بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي صفة سالس السنوي الصناعي تخصص الحاسبات اهلا وسهلا بكم نهاردة ان شاء الله هنكمل اللي بدناها بلكده ونكمل في لغة الجافة احنا خدنا بكده لغة الجافة حلق اتنين وقلنا ان لغة الجافة دي هي لغة بقدر اعمل بيها عمليات حسابية كتير وقدر اعمل بيها كمان اي وقدر بعمل بيها رسومات وبتستخدم مكتبة كبيرة جدا او برعا كائنات او الفئات احنا نسميها الكلاص وخدنا شوية برامج وخدنا يعني ايه بيانات ويعني ايه اعداد متغيرة يعني اعداد حقاقية وخدنا برنامجين او تلاتة النهاردة هنكمل برنامج كمان وقلنا عليه المرة الفات قلنا هنبدأ به ان شاء الله المرة الجاية برنامج لايه ايه ايه برافو عليكم برنامج لجمع عددين نبدأ الاول نشوف الشكل العام لبرنامج الجافة وقلنا كل مرة هناخد الجافة لازم هبدأ بالشكل العام لبرنامج الجافة ايش معنى عشان دل اي برنامج في برنامج الجافة لازم يمر بالتمن مراحل اللي قدام دول نحفظه كوياس جدا عشان نتعلمه. اول سطر عندي امبورد جافا سوينج امبورد جافا اكس سوينج. جي اوبشن بين دي الكائن بتاع الجافا. جافا سوينج دي المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا. ودي قلناها المرة اللي فات. يبا في كل مرة اول سطر بالنسبة لي في البرنامج هو استدعاء ايه? ايوة كده. استدعاء المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافة. السطر التاني ده مين هو? ايوة دي الفئة العامة بتاعتنا. او بداية كتابة الفئة. اللي بكتب فقل بها مين? بكتب فقل بها اسم البرنامج. انا هنا قلت حروف بي بي بي. قلنا اكتب اي اسم يعجبك? اكتب احمد اكتب مونة اكتب زيار اكتب علي اكتب اه اي اسم يعجبك? احنا كتبين هنا ايه? خمسة بي 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 بي. ده اسم مين البرنامج. يبقى السطر الاول استدعاء المكتبة الكبيرة. بتاعت مين? بتاع برنامج الجافة. السطر التاني بتاع مين? اسم البرنامج بتاع الفئة. وادم هكتب اسم البرنامج. هبدأ الفئة الجديدة لازم افتح ايه? ايوا كده السطر التاتة لازم افتح قوس المجموعة. ده اسمه بداية سطر البرنامج. اربعة ايوا الدلة الرئاسية. مين استرينج ارجس. وده قلنا ايه? الدلة الرئاسية بتاع برنامج الجافة. ادام هكتب اسم البرنامج بفتح قوس المجموعة. ادام هكتب دلة رئاسية بفتح قوس المجموعة. لو سطر رقم خمسة. اول خمس سطور اتفقنا دول سبتين في اي برنامج جافة. السطر السادس بيتغير. ايه السطر السادس بالنسبة لي? هو اكتبت البرنامج. لو برنامج سطر واحد يبقى السطر السادس سطر واحد. لو برنامج سطرين حسب يكون البرنامج عندي. انا هنا كاتب البرنامج اكون من سطر واحد. من هو جي اوبشن بين. شو ماسج دايالوج. وانا شو ما دعني ايه? ايه دي جملة الاخراج. شو ماسج دايالوج دي جملة مين? الاخراج. نال يعني مربع في منتصف مربع الحواري. اللي هي بنكمل نحط فيها جمل البرنامج بتاع جمل الخارج. وانا قلنا ايه? هلو ايجبت وخدناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. ازي هحط هلو ايجبت جميع بعضها كده. ازي هحطها هلو الوحدة وايجبت لوحدها. خدناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. يبقى السطر ستة مين? بالنسبة لنا? البرنامج. سبعة. بقى في الكوز بتاع رقم خمسة. تمانية بقى في الكوز بتاع رقم مين? بتاع رقم تلاتة. ده الشكل اللي عام لأي برنامج جاذا. نفتكر بقى مع بعض. احنا قلنا ايه المرة الجاية? الحال اللي فات قلنا المرة الجاية هنبدأ نشتغل مع مين? ايوة مع برنامج. جمع عددين صحيحين. البرنامج اهو? برنامج اللي جمع عددين صحيحين. صحيحين يعني ايه? نفتكر مع بعض كده. عدد صحيح وعندي عدد ايوة عدد حقيقي. صحيح يعني عدد او رقم مفهوش علامة عشرية. عدد حقيقي يعني عدد او رقم لكن اللازم موجود فيه علامة عشرية. العدد صحيح عدد مفهوش. ولازم بيعرف بيعرف بالرمز ايه? ايه ويعرف بالرمز انت لجمع كلمة انتجر. العدد الحقيقي هو عدد فيه علامة عشرية. ولازم يعرف بنعرفه بايه? بكلمة فلوت. وفلوت معناها ان ده عدد حقيقي او متغير حقيقي يكمته اي عدد فيه علامة عشرية. فالنهار ده بناخد جمع عددين صحيحين. يعني عددين مفهومش علامة عشرية. يعني عددين بدون علامة عشرية. قبل ما اكمل البرنامج. نفتكر كده. عددين صحيين. يا بنا عندي رمزين. الرمز هيعرف انه عدد صحيح. يا بنا اعمل ايه? هعمل عملية جمع. تغير تالت. اعمل في ايه? ايوة صح كده. اعمل في العملية الحسابية بتاعت عملية الجمع. وانا اعرفها برضو ان هي ايه? صحيح والله حقيقي. من العددين اللي عندي. صحيح. سوين جي جي اوب شنبين. وده الكائن اللي بس ادعيه فين? جوه المكتبة الكبيرة بتاع البرنامج الجافة. اتنين بابليك كلاس بي 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 بي. اتفنى ده اسم البرنامج. نغيره زي ما انت عايزين. اكتب زياد اكتب مونة اكتب علي اكتب جمال اكتب احمد اكتب دعاء. زي ما انت عايز. صد الرقم تلاتة. دقوس المجموعة بتاع مين? اه ايوة بتاع اسم البرنامج. اربعة الدلالة الرئيسية بتاعتنا. خمسة بتاع مين? بتاع الدلالة الرئيسية. دي اول خمس سطر سبتين في اي السطر رقم ستة. انا قلت ببداية من السطر السالس ده كتبت ايه كتابة البرنامج. انا قلت اعمل ايه? هجمع عددين. يبقى انا عندي الاول عددين. وهجمعهم تغير تالت. يبقى عندي كم تعريف? تلات تعريفات لتلات رموز مختلفة. رمز عدد صحيح. الرمز التاني عدد صحيح. الرمز التالت لمين? لعملية الجمع. بما انه كلهم اعداد صحيحة. فبطر اعمل ايه? اعرفهم كلهم ان كلهم انتجر. كلهم انت. فسطر رقم ستة كاتب انا ايه? انت انتجر. يعني متغير اللي جاي. متغير صحيح. اسمه ايه المتغيرات اللي عندي? كيو و دابلو و اي. وبعدين فصلة منقوطة. ايش ما يعني الفصلة منقوطة? احنا قلنا برضو المرة اللي فاتت. اي نهاية السطر في برنامج الجافة لازم ينتهي بايه? بفصلة منقوطة. ده معناها ان السطر ده خلص وهبق في كتابة سطر جديد. تبدأ عملتش فصلة منقوطة وكتابت السطر الرقم سبعة اللي بعدين. طبعا البرنامج هيشوف ان دول كلهم سطر واحد. وبالده انا هيديني ايه? هيديني قرر. هيديني خطأ. يقول لي انت عنت خطأ في السطر رقم ست. اضطر ترجع تلقى سطر رقم ست تلاقي في ايه? ايه? تلاقي السيادتك ما عملتش في الفصلة ايه? المنقوطة. يبقى ناخد بالنا كويس قوي. اي سطر بيتعرف او في عمليات حسابية لازم ينتهي بايه? بالفصلة المنقوطة. يبقى رقم ستة حمسميها بالانجلس سيمي كولوم. رقم ستة انت صحيح متغير صحيح تات متغيرات الكيو والدابليو والاي وبعدين الفصلة المنقوطة. سبعة. انا هنا المرة فات خدنا جملة اخراج. انه بدي اخد من جملة ايه? وجملة الاتخال. سبعة. انا بقول كيو اي كيو اللي انا عرفتها بكده الرقم صحيح. انتجر. بتساوي. انتجر. اكدت عليها انها رقم صحيح. بيرس انت يعني ادخال. دي جملة الادخال. ده الكائن بتاعنا بتاع الجافة. شو ايه بقى هناك? سوما تشي الديالوج في الاخراج. في الاخراج. في الادخال اسمها ايه? ايوة. شو امبوت ديالوج. يعني ده مربع الادخال. هكتب في ايه? ادخل العدد الاول. ده هتكتب ما بين على متين تنصيص. يعني هتنزل في شكل البرنامج زي ما هي. ادخل العدد الاول. يبقى الو صد السرعة بنقوله تاني. صد السرعة بيدخل العدد الاول في البرنامج الجافة اللي احنا عايزين. قلت في ايه كيو بتساوي. انتجر يعني كيو عدد صحيح. بيرس انت ده ادخال جوب شامبين ده الكائن بتاع برنامج الجافة. شو مربع الادخال. مش مربع الادخال. مربع الادخال. هدخل ايه? هدخل جملة واضحة وصريحة. هتطلع زي ما هي. اش معنى زي ما هي? عشان هتطمع بين على امتين تنصيص. اسمها ايه? ادخل العدد الاول. ده سطر سبع. ادخلت كيو. هدخل مين? ايوة صحي كده. هدخل ال دابليو. رصدت رقم تمانية. بيقول دابليو بتساوي انتجر. يعني دابليو كمان عدد صحيح. انتجر يعني عدد صحيح. بيرس انت. انا اعمل ادخال هو دي جملة الاخال. ده مربع ادخال. وضح مربع الادخال. هدخل ايه المرة دي? ايوة في جملة واضحة بين على امتين تنصيص اسمها ايه? ادخل العدد الساني. يبقى سطر سبعة دخلت العدد الاول. كان اسمه ايه? كان اسمه كيو. سطر التمانية دخلت الايه? العدد الساني. وده كان اسمه ايه? كان اسمه دابليو. يبقى انا دخلت العددين بتوعي. اللي هو ما دابليو والاي? والاي. انا مدخلتش كم هم نس. ده هدخلوا معنطي الجمل. الادخال. هيبقى معايا كمان شوي. طب السطر تسعة. انا دخلت الدابليو ودخلت الاي. انا اعمل ايه? هجمع. يبقى انا هنا عاوز متغير اجمع في الاعداد اللي نولت عليها. انا بدخله في الادخال في جمه رقم ستة. همدخله اسمه ايه? يبقى هنا ايه? بتساوي ايه? عملية حسابية. ويه عملية الجمع كيو زائد دابلو. وبعدين الفصلة المنقوطة او السيمة كولون. يبقى تسعة. ده مين? ايوه? ده جملة العملية الحسابية. اللي هي بتقولي ايه? ايه بتساوي كيو زائد دابلو وبعدين السيمة كولون. طب سيادتك قلت انا دخلت رمز كيو. ودخلت رمز يابلو. ودخلت رمز اي. هل رموز السابتة? طبعا لا. احنا اتفقنا في البرنامج. انا بدخل اي رموز تعجبني. لكن ما تكونش مستخدمة في اللغة العامة بتاعة برنامج الجارة. يعني ممكن اكتب هنا ايه? اكس واي زد. انت حر? اكتب ايه وبي وسي. انت حر. يعني واحد عاوز يقول ايه وبي. هما يعدين ليدخله. والس هي بتسوي ايه بيه. ما فيش مشاكل خالص. واحد ادخل لي اكس واي. وهدخل لي زد اكس واي. ده اللي اتدخل بتاعي. وزيد هي عامية الجامعة. انا برضو ما عنديش مشكلة. ده رموز بكتبها زي ما انت عايز. بس ما تحطش رموز او كلمات محجوزة في لغة مين? في لغة برنامج الجارة. يبقى انا عملت عملية ادخال سبع سطر سبع سطر تمانية. وعملت عملية حسابية سطر رقم تسعة. انا هبدو اخرج مين? اخرج الكيو. ورى خرج الدبلو. ورى خرج الاي. طبعا خرج مين? انخرج ناتج العملية الحسابية. اللي هي رقم تسعة. اللي هنسمينها ايه? ايه. يبقى الخرج بتاعي ايه. يبقى الداخل الكيو والدابليو والخرج بتاعي ايه. يبقى سطر رقم عشر للخرج. بيقول ايه? الكائن بتاع البرنامج الجافة اهو. ده جمة الاخراج ودي اخدناها بكده كتير. دايما لازم تنفرق بين الادخال والاخراج. الادخال في الاخراج نال اخرج مين? ايهوة كده اخرج الاي. يبقى فعدها فصلة الاي. يعني اخرج الاي. حداشر كوس بتاع مين? لازم اقفل كوس بتاع مين? انا اقفل قصين. هلنا نفتح قصين? نشوف راجب مع بعض كده. انا نفتح قص رقم تلاتة. وكوس رقم خمسة. صح? كان لازم من اول اخر واحد بتعفل اول واحد. اخر واحد كان كام كان سطر رقم خمسة. يبقى احداشر بيقفل سطر رقم خمسة. اللي قبله كان سطر رقم تلاتة يبقى اتناشر بيقفل سطر الرقم تلاتة. ده البرنامج اللي قدامي. طب ايه بقى حل البرنامج? ايه الخارج اللي احنا هنشوفه? نبص مع بعض كده. اهو نبص كده? انا بمسل لي مين? لو كان بمسلكي. انا جملة مكتوبة قدامي واضحة. جملة ايه واي ادخل العد الاول اهي. ادخل العدد الاول. انا بدخلها بكام? بعشرين. برضو انت حر. حطها عشرة حطها تمنتاشر حطها خمسة عشر. المهم تكتب عدد صحيح. عدد بدون علامة عشرية. او عطل اخبط. انا اعلن البرنامج ده جمع عددين صحيحين. يعني عددين مفهومش علامة عشرية. يبقى ما اللي احط هنا عدد? احط ايه? عدد بدون علامة عشرية. انا حاط هنا عشرين مفهوش علامة عشرية. بالعدد صح. هتحط انت خمسة وعشرين. حط تمنتاشر. حط مية واتنين. المهم تحط عدد ما فيه من غير ايه? من غير علامة عشرية. هتحط صفرة. برضو انت حر. المهم ما يكون من غير علامة عشرية. انا حطيت العدد الاولاني عشرين. في العدد التاني حالت كام? نص الجملة التانية هي ادخل العدد التاني اهي ادخل العدد التاني انا عملت كام بتلاتين يبقى العد الاول بعشرين العدد التاني بعشرين انا عملت ايه هنا جماعة العددين لما كام لما عشرين وتلاتين صح كده نتيج جمعهم كام عشرين وتلاتين اه يا صاحب رفع عليكم خمسين نبص الحل اهو يبقى الحل بتاعنا هنا كام خمسين واضحة صريحة ايه. يبقى انا عملت عشرين وتلاتين والخرج بتاعه طلع خمسين. ده اول برنامج خدناه. او برنامج جمع عددين صحيحين. يعني عددين مفهمش علامة عالشي. نجح البرنامج بسرعة. رقم واحد امبورد جافا اكس سوينج جو اوبشن بين. بابلي قلاس بي 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 ده اسم البرنامج. فتحنا قوس لاسم البرنامج. ست رقم ربعة ودي الدلة الرئيسية. وبعدين فتحت القوس بتاع الدلة الرئيسية. دخلت العددين بتوعي والخرج. دخلت العددين بتوعي وكتبت الخارج. هما تلات رموز والتلاتة انتجر. تلاتة اعداد صحيحة. فقلت ساتقم ستة انت كيو والدابليو والاي. سبعة دخلت العدد الاولاني اللي هو كيو. وقلت بما ان انا هدخله زي اما هو ناخد بقى انا مش 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 يعني ادخل العدد الاول. واده ما عملت عن امتين تنصيص. فبتطلع زي ما يبني عن امتين تنصيص. ست رقم تمانية انا دخلت العدد التاني برضو شي ان بو اديه لك بس هو دابلو. فكتبت ادخل العدد التاني. فطلع بما يردو معي ادخل العدد التاني. وانا قلت ان ده عشرين. وده تلاتين. هنا جامعة العشرين والتلاتين. هنا ست رقم تسعة ده جامعة العشرين والتلاتين. لاني كيو انا قلتها عشرين. والدبلو انا قلت انها التلاتين. اخرج مين? اخرج الاي? فالاي اهي? ايه عبارة عن ايه? عشرين زيتين طريق بكم? بخمسين. وده اول برنامج عندنا جمع عددين صحيحين. شوف البرنامج التاني بيقول لي ايه? برنامج اللي جمع عددين احدهما صحيح والاخر حقيقي. قبل ما نشتغل في البرنامج. ايه اللي هيتغير معايا? البرنامج المرة دي بيقول لي ايه? انا عندي عددين. واحد صحيح واحد حقيقي. انا عاوز اجمع الصحيح زاد الحقيقي. ما عنديش مشكلة في الدخل كده. هدخل واحد عدد صحيح يعني انتجر. ودخل التاني عدد حقيقي يعني فلوت. ما عنديش مشاكل. وليكن مسلا انت لكيو. ومسلا فلوت للدبلو. طيب العمل الحسابية بقى اللي انا هطلع دي الاي بتاعتي او الزد او الوي او اي خرج بالنسبة لي. هيبقى حقيقي? والله صحيح. نفكر مع بعض. بم كان انا عندي عدد حقيقي? حتى لو بجمع ليه صحيح. هدم عندي عدد حقيقي بقى الخرج بتاعتي يطلع ايه? لو قلت خمسة واثنين من عشر مثلا زاع لاتنين. يطلع لي كم؟ سبعة واتنين من عشر. يعني برضو طلع ايه? عدد حقيقي. يعني برضو طلع ايه? عدد حقيقي. لو قلت خمسة واتنين من عشر زائد اتنين واتنين من عشر. يطلع معي كم? سبعة وثلاثة من عشر. اول خمسة من عشر. المهم ما يطلع معي عدد حقيقي. يبقى كده معناك كلام ايه. عدم اي عملية جمع. عملية طرح. اي عملية حسابية. هيكون في عدد حقيقي. يبقى الخارج لازم يكون عدد? ايوه صحيح لازم يطلع يكون العدد حقيقي. يبقى انا عندي في برنامج ده تعريفين. تعريف لاحد الدخول ان هيكون انتجر. يعني هيكون عدد صحيح. وتعريف لرمزين مختلفين. واحد الدخل التاني. وده برضو هيكون عدد حقيقي فلوت. والخرج برضو هيكون ايه sticking? الخرج برضو هيكون عدد حقيقي برضو فلوت. يبقى دخل صحيح ودخلين حقيقيين. دخل صحيح للرمز الاولاني او العادي الاولاني. دخلين او دخل وخرج حقيقيين. واحد للدخل التاني واحد لناتج عملية الجب. نبس كده على البرنامج مع بعض. اول سطر امبورت جافا اكس اسوين جي اوبشن بين. ما نملش اللي انا كلش مرة بقوله السطر يعني ايه وتاني يعني ايه? عشان ده مهم جدا في كتابة اي برنامج. برقم واحد امبورت جافا اكس اسوين جي اوبشن بين. بس ادعي المكتبة الكبيرة بتاعت الكائن جي اوبشن بين. اتنين اسم البرنامج. واتفقنا ده اي اسم بعجيبي. احط زي ما انت عايز احط. انا بفضل احط رموز. وده اللي هي الفئة العامة بتاعتي وبكتب جنبها اسم البرنامج. تلاتة ايوة. القوز بتاعت مين? بتاعت البرنامج. صح كده. اربعة دل الرئاسية. بابلك استاتيك فويد مين. يعني انا بابدأ اعمل ايه? الدل الرئاسية بتاعتنا. بما ان الدل الرئاسية لازم افتح الكوز بتاع الدل الرئاسية ست رقم خمس. ده الاول خمس سطور سبتين في اي برنامج. نبدأ نخش برنامج بتاعنا. انا قلت عندي كم عدد اتنين? واحد صحيح واحد حقيقي. هنعرف الاول مين? الصحيح. الصحيح بياخد الرقم معرف ايه? انت. فرقم ستة انا كاتبه. انت كيو سيمي كولن. يفصل منقوط ايه. انت ده العدد معرف العدد الصحيح. اللي يجب انت كلمة انتجر. كيو ضر رمز الاولاني. يبقى انا هدخل رمز اولاني. عرفته انه عدد صحيح. يبقى هدخل في عدد صحيح. سطر سبعة ايه. انا قلت انا عندي عدد حقيقي. وخرجي كمان غصبا عنه يطلح حقيقي. فعرفت الداخل التاني اللي هو الو انه حقيقي. وعرفت كمان معاه الخارج اللي هو اللي هو عميت الجمع. بس برضو انه عدد حقيقي. يبقى رقم سبعة. انا عرفت الداخل التاني الرقم التاني دابلو انه هو حقيقي. وعرفت الخارج بتاع ايه انه هو حقيقي. السطر تمانية جملة اليدخال. بتاعت مين? بتاعتين الكيو وبتاعت صح وبتاعة الدابلو. اللي ايه ده خارج? يبقى السبعة يبقى تمانية وتسعة اكتبى الداخلين بتوعي. اللي هو كيو والدابلو. تمانية كيو. معرفة انتجر اهي. سبت كلام ان كيو انتجر. يعني كيو متغير صحيح. هتحط فيه بعد كده عدد صحيح. يبقى كيو انتجر جملة الادخال. يعني دي عرض الادخال. من جملة الادخال اللي عندنا? بما انها ما حطوا بين اعلى متين تنصيص. بتكتب زي ما هي. انا كاتب ايه? ادخل العدد الاول ما بين اعلى متين تنصيص. يعني يطلع للرقم او يطلع الجملة دي سمية كده. ادخل العدد الاول. وانا عرفت ان كيو ايه انتجر. يعني عدد صحيح. تسعة. تسعة من الداخل التاني بالنسبة لي. اللي هو الدابلو. تب الدابلو انتجر ولا فلوت? لا انا قلت عدد صحيح. وعدد حقيق. يبقى الدابلو بالنسبة لي فلوت? عشان كده انا قلت ايه بقى? تسعة دابلو بتساوي فلوت. انا اكدت اهو ان الدابلو عدد حقيقي. يعني هتحط علامة عشرين. برس فلوت اهو بص بق اهو برس انت فوق يعني ده انتجر لانه بدأ قلت ايه? برس فلوت. يعني رقم ده ايه? حقيقي او العدد ده حقيقي. جيوب شامبين ده الكائن بتاعنا بتاع الجافة. شو? جملة الادخال. اسمها ايه جملة الادخال? اسمها ادخل العدد التاني. ما بيننا عمتون تنصيص. يعني هكتب جملة واضحة وصريحة ايه? اسمها ايه? ادخل العدد التاني. انا بكتب شو اما اكون عاوز اكتب جملة تكتب زي ما هي في شكل الخارج. في الخارج بتاع البرنامج. عشان كده بكتب ايه? بعدين انا هجمع مين? هجمع عددين? واحد صحيح واحد حقيقي. اسم الجمع اسم الجمع ايه? زي ما احنا كدبينه في سلط رقم سبعة? ايه? يبقى ايه بتساوي الكيو زائد الدبلو. يبقى سلط رقم عشرة? ده مين? للاعمالية الحسابية بتاعتنا. بتجمع مين? الكيو والدبلو. بتحطوهم في ايه? في متغير تالت حقيقي. اسمه ايه. يبقى عشرة. ايه بتساوي الكيو زائد الدبلو. حداشر. جي اوب شنبين. الكائن بتاع برنامج الجافة. شو مسج جالج. دي بالنسبة لي جمهة الخارج. نال. هكتب ايه? الناتج. الناتج محطوطة بين علامتين تنصيص. يعني هيكتب كده. هتلاقي مكتوب مطبوع في جمهة الاخراض. كلمة الناتج. اشمعنا? عشان محطوطة بين علامتين تنصيص. بعدها انا كتب ايه? كتب زائد ايه. ناخد بدنا من دي كويس اه. لو انا بطلع خارج واحد. يعني بعد كلمة نال في خارج واحد بس اللي هو ايه مسلا. بحط قابليه فصلة. يبقى هنا نخرج مين ايه? يبقى الفصلة بعدها عطول الخارج. طيب لو عندي خارجين. تلاتة خارج. اربعة خارج. ما بين كل خارجي وخرج علامة زائد. يبقى الزائد هنا معناها ايه? الزائد دي اكنها الخارج التاني ايه? الخارج التالت ايه? الخارج الرابع ايه? وهكذا. فانا هنا في الجملة دي قلت هنا نخرج كلمة ايه? الناتج. بقى عم تنتصي سيب اول خارجي بالنسبة لي مين خارجي لقم واحدهم? هو مين? كلمة الناتج وهتكتب زي ما هي. طبعا انا اخرج من بعدها اخرج ال ايه? من ال ايه? عملية الجمع. يبقى ده خارجي تاني اهو? احط بقى بينهم من بعض فصلة ولا زائد? لا طبعا. احط بينهم من بعض زائد. يبقى زائد معناها ايه? انا عندي خارج اول وعندي خارج تاني. لو عندي خارج تالت تكتب برضو زائد وعمل الخارج التالي. عندي خارج الرابع اعمل زائد وبعدها الخارج الرابع وهكذا. يبقى هنا معناها ايه? كلمة الزائد دي معناها ايه? مش معناها هجمع. لا. معناها الخارج التاني ايه بالنسبة لك? فصلت رقم حداشر هنا. يعني كاتب جي اوبشن بين. شو جملة الاخراج بتاعتي انا. وانا نردي جملة الخارج. الناتج ومينة امتون تنصيص ده او خرج بالنسبة ل. ده خرج رقم واحد بالنسبة للناتج واضحة وصريحة ايه. ما بين على امتين تنصيص. الخرج التاني اسمه ايه? اللي اصلا انا عايزه هو ايه. يبقى كمت زائد ايه دي معناها وا اكتب الخارج التاني. ماشي كده ماشي كده طلبة. يبقى ايه زائد معناها ايه وا. مش معناها زائد. مش هجمع لا 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 لا. دي معناها وا اي. هنطلع الخارج التاني اسمه ايه? سطر اتناشر بنقفل القوس رقم خمسة. سطر تلاتاشر بنقفل القوس رقم تلاتة. قبل من حلل البرنامج. نرجع مع بعض عشان البرنامج ده مهم. البرنامج الاولاني كان عددين صحين فالموضوع كان سهل جدا. كان كلهم انتجر والموضوع خلص. هنا لا. هنا عددين. واحد صحيح واحد حقيقي. بما ان عندي في اي عمليا حسابية عدد حقيقي. يبقى لازم يكون الخرج برضو حقيقي. فما جيت انا اقول لت البرنامج ايه? رقم واحد اون بورت جافة سوينج جي اوبشن بين. قلنا دي جملة الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. اتنين اسم البرنامج. انا قد محروف بي 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 بي. تلاتة بافتح القوس بتاع اسم البرنامج. اربعة بابلك استاتيك فويد مين سلينج ارشوز يسميها الدالر رقصية البرنامج الجافة. بعدها بافتح القوس بتاع الدالر الرقصية. ستة ده يبقى معي ده المهم بالنسبة لي ستة انتي كيو وانا عرفت اول عدد بالنسبة لي انه عدد صحيح. ويتعرف انه عدد صحيح فعرفته بكلمة ايه? ايه? ايه. عرفته بكلمة انتجر. يبقى انتجر او انتكيو فصلة مقوطة سيمي كولون. بانا عرفت العدد اولين عدد صحيح. نيجي العدد التاني بقى سطر سبعة. ده العدد التاني. عرفته ان تدمين الاي دي الاي ده اللي هو الخرج بالنسبة لي انا اللي هو العاملية الحسابية اللي هو تجمع الكيو زائد بما ان انا عندي حقيقي اللي هو ال دابليو يبقى لازم اقول اي بردو كمان دابليو عش aqui انا عرفت ال اي والدابليو انهم اعداد حقيقية تمانية كيو انتجر يعني انا بوكد المعلومة. ان الداخل على كيو انتجر يعني عدد صحيح. بيرس انت بيرس انتجر يعني بأكد وهو ان داخل انتجر داخل صحيح. جيوب بين شو يعني ده جملة ادخال هدخل جملة ادخال اسمها ايه? اسمها ادخل العدد الاول. اسمها ايه? ادخل العدد الاول. وعرفت منها هتكتب زي ما هي? انا كتبت ما بين على امتين تنصيص. ستة تسعة بيقول الدابليو. الدابليو عبارة عن ايه? عن فلوت صح كده. عشكاة دابليو بتساوي ايه? دابليو بتساوي فلوت. بعدين نقطة بيرس فلوت. او باكد ان جملة الادخال دي عبارة عن متغير حقيق. بيرس فلوت متغير حقيقي. بعدين جي اوبشل بين الكائم بتاع الجافا. شو امبت ديولوج. معناها ايه? هنكتب جملة ادخال. شو امبت ديولوج. هنكتب جملة ادخال. اسمها ايه? اللي هي ما بين على امتين تنصيص. اسمها ايه? ادخل العدد الثاني. ادخل العدد الثاني. بكتبت كيو ادخل العدد الاول. كتبت دابلو ادخل عدد الثاني. دخلت العددين. هعمل ايه? اللي عملين الحسابية بتاعتهم. اللي هي مين? اللي هي عملية الجمع. ما بين العددين. اللي هي الصد رقم عشرة. اي اللي انا معرفة فوق انها فلوت بتساوي الكيو زائد الدابلو. هتجمع الكيو اللي عرض صحيح زائد الدابلو ان هي عدد حقيقي. بعدين هنطلع لخارج الصد رقم حداشر. جي اوبشن بين. ده الكائن بتاع برنامج الجافة. شو اللي هو ايه? ايه? اللي هو جملة الاخراج. للجملة بتاعتي. اول خارج بالنسبالي. انا عاوز ويتكتب زي ما هو فحطوتي بناء الانتين التنصيص. اللي هو كلمة ايه? صح كده كلمة الناتك. واضحة وصلاحة يبيني عن امتين تنصيص. والخارج التاني اسمه ايه? اسمه ايه? قلت ما احطه وبين خارج الاول وخارج التاني علامة زائد. لو خارج التالت اعلامة زائد. لو خارج هنا عندي خارج واحد وخارج اتنين وخارج تلاتة وهكزا. سطر اتناشر بقى في السطر رقم خمسة. سطر تلاتاشر لو قص المجموعة بقى في سطر رقم تلاتة. ده بنامج الجامعة عددين صحيحين. واحد صحيح واحد حقيقي. والخرج برضه ايه? حقيقي. نبص خارج بتاعنا كده والدخل بتاعنا بعمل ازاي? نبص مع بعض كده. اول حاجة بالنسبالي انا كتبت ادخل العدد الاول. اللي هو مين? اللي هو كيو. وده كان صحيح والله حقيقي. ايوة صح كده. كان صحيح. وانا بدخل هنا رقم كام? او العدد كام? العدد عشرة صح كده. ادخل عدد الاول وده عدد صحيح. فلازم اتحط بدون علامة عشرية. فانا بدخل عدد عشرة. ادخل عدد تاني والعدد تاني انا كاتبه كام? ايوة اخد بالنا كويس قوي. انا كاتبه خمسة واتنين من عشرة. اشمعنا خمسة واتنين من عشرة. اشمعنا ما حطيت في علامة عشرية لان انا كنت معرفه فساط رقم سبعة ان الدابلو دي بالنسبالي انا عدد حقيقي يعني عدد في علامة عشرية. وانا حتى اكدت على الكلام دوت فساط رقم تسعة اما قلت ان الدابلو بتساوي ايه? بتساوي فلوت. يعني ده عدد حقيقي. يعني عدد في علامة عشري. وانا دخلتها بكام? بخمسة واتنين من عشرة. انا جمعته. عشرة زيت خمسة واتنين من عشرة بتسوي كام? خمستاشر واتنين من عشرة. بس قبل مكتب الخارج ناخد بالنا سطر احداشر. انا عامل فيه خارجين. لو ناخد بالنا كده. الخارجين ايه هم? كتبت الاول كلمة الناتج ما بين علامتين تنصيص. كتبت الاول ان كلمة الناتج ما بين علامتين تنصيص. صح ايه. فصريعة كلمة الناتج ايه. طاطحة وصريحة ايه. كتابة الناتج. بنعم تنصيص ايه كلمة الناتج في الخارج. وبعدين زائد ايه. قلنا زائد دي معناها ايه? معناها الخارج. الخارج التاني عبارة عن ايه? هو ناتج الجمع. اللي هو كام? عشرة زائد خمسة واتنين من عشرة. اللي هو خمستاشر واتنين من عشرة. يبقى الناتج ايه? كلمة واضحة وصريحة. بتسوي كام? خمستاشر واتنين من عشر. يبقى صح كده. ده كان بنامج لجمع عددين. واحد حقيقي واحد صحيح. والخارج طلع عدد صحيح. عدد الصحيح الاولاني كان عشرة. العادة التانية الحقيقة كان خمسة واتنين من عشرة. اما جاناهم طلع وكان خمستاشر واتنين من عشرة. عشانا قلنا لابد ادام في عدد حقيقة يخش الجوة لعملين الحسابية. لابد الخارجي يطلع عدد حقيقي. عملية جمع. عملية طرح. عملية ضرب. الاسمة لازم ينجl عملية اسمة اي عدد حقيقة هيخش معي في عملية الحسابية. لازم ايه? ايه ولازم من خارج بتاعه ويكون عدد حقيقي. انما اذا كان الدخلين او الدخل بتاعي كله صحيح فعملية الجمع. عملية اطارح. عملية الضرب في الاسمة ماينفعش. ليه في الاسمة ماينفعش? لان الاسمة مثلا انا بأسم سبع على تلاتة ما هي اتنين ورقم اتنين وعلامة عشرية يبقى ما ينفعش في حالتي من الاسمة واحد يقول لي ان الخارج بتاع ده الصحيح الغلط الغلط ان ما قول ده عدد الصحيح مش هيطلع لي العدد الحقيقي يعني مش هيطلع لي ما بعد العلامة العشرية وهنشوفها كمان شوية برنامج تاني انا جايبها مأكد عليها اني انا مطلع على الخارج التعامل الحاسبية انتجر عشان اعرف ايه الفرق مطلعه انتجر وما طلعه في لوت في لوت هجيب العدد زي ما هو بالزبط يعني زي ما هو بالزبط يعني سبع على اتنين فيها تلاتة ومسلا وثلاثة امان عشر انما لو قلت سبع على اتنين والخارج بتاعي انت يعني انتجر يعني صحيح هطلع لي كلمة التلاتة بس مش هيطلع الايه التلاتة امان عشر معي كده المسال اللي بعد كده مسال خمسة بقول ايه اوجد خارج البرنامج التالي تشوف البرنامج بيقول ايه عشان يطلع لالخارج بتاعه برنامج بيقول لي ايه ونحكز واحدة واحدة عشان نعرف نخارج البرنامج عشان ده مهم اول ده هيأكد لنا اللي احنا فهمنا يعني ايه جامع يعني ايه طرح يعني ايه ضرب يعني ايه اسمه يعني ايه باقي الاسمه في برنامج واحد نبص مع بعض سطر اولاني امبورت جافا اكس اسوين جيجي اوبشن بين وده قلنا انا باستدعي الكائن بتاع المكتبة العامة بتاعة البرنامج الجافا بابل الكلاس بي 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 وده مين ايه وصح كده وده القوس بتاع اكتابة البرنامج الجافا وهنا بي 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 ده اسم البرنامج برضو بقاكد تاني اسم بنامج تيبه زي ما انت عايز بتبقى علي جمال احمد حسين مونة زياد دعاء اه اي اسم اعجبك اي اسم اعجبك بس انا بقى فضل عشان ما تبقاش عندي مشكلة في الامتحان اكتب اسمي ولا حاجة بالموضوع غلط فلاحة قوس المجموعة بتاع اسم البرنامج صلت اللي بعد كده بابل الكلاس وده اللي الرئاسية وبعدها المجموعة سواء كتبتوا بعدها او كتبتوا في صلت اللي بعدها في الحالتين صح لقوس المجموعة بس انا بقى فضل في صلت اللي بعدها بعدين انا عندي بقى بص كده معايا في البرنامج انت كيو دابلو اي اف تي واي يو ما شاء الله ادى رمز اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع عند سبع رموز وكلهم انتجر عند سبع رموز وكلهم انتجر فيهم داخل وفيهم خارج يعني فيهم داخل فيهم خارج لعمل ايه حسابية نبص مع بعض بقى انا بقى كده هو قبل ما نكمل البرنامج ان انا عندي سبع رموز فيهم داخل وفيهم اعملات حسابية. هقف من داخل والعملات الحسابية نبص في البرنامج. هقول تاني هو هنعرف منين الداخل? ومنين الاعمالية حسابية. الداخل هيديني قيمته. الخارج هيديني العاملات حسابية بتاعته. هو قال لาย كيو بتساوي خمستاشر. يبقى كيو بالنسبة لي ايه صح كده. يبقى كيو بالنسبة لي داخل. وقيمتها عدد صحيح قيمته خمستاشر. الدابليو الدقلي بتساوي اربعة. you بقى الدابليو بالنسبة لي برضو دخل. وقيمتها كام? قيمتها اربعة. يبقى انها دخل قيمتها خمستاشر. وداب لي اربعة وقيمتها بالاسف الدابليو دخل برضو قيمتها كام اربعة. صغ mensenoppejai بيقول لي اي? اي بتساوي الكيو زائد الدابليو. اي بتساوي الكيو زائدales يعني ايه دي? عمالية حسبي. برأة عملية ايه؟ ايه? ايه؟ ايه. جمع. وانا موضحها جنبها هو ان اي عملية جمع. طيب بعدها مين? بعدها اف. اف بتسوي ايه? ناقص دابليو. يبقى اف هنا برضو عملية حسابية. وهي عبارة عن عملية ايه? عملية طرح. اف بتسوي كيو ناقص الدابليو. اللي بعدها مين? التي. والتي بتسوي ايه? كيو في دابليو. دي عملية ضرب. دي بقى تيه بالنسبالي. انا عرفتها انها امتجر وباكد المعلومة انها عملية ضرب. ياتيه بتسوي في دابليو. وده عملية ضرب. اللي بعدها مين ايه و ودي برضه انا باكد المعلومة ان واي عملية خارج. وهي عملية حسابية عبارة عن ايه? كيو على دابليو. كيو على دابل. او ناخد بما من عملية الاسم الكويس. دي انا ايه? انا قلت عليها بفترضة المجنس اللي فات. كيو الواي بيتسوي كيو على دابلو. ده عملية اسمها. وانا عارف الواي انها عReيز صحيح انتجرة. وانا خدبا بالنا Mason قصة دي. ونطلع الحل بتاعنا يطلع عمل ازاي. اللي بعده يو. يو بتسوي ايه. كيو. باقي الاسم على دابليو. الكيو باقي الاسم على دابليو. قاننا باقي الاسم ايه? ده العدد الباقي بعد العملية الاسمة. ده العدد الباقي بعد معمر عملية الاسمة. يبني عندي هنا دخلين الكيو والدابليو. وعندي خمسة خرج. مين الخرج عملية الجامع وانا مسميها اي عملية الطرح وانا مسميها اف عملية الضرب وانا مسميها تي عملية الاسمة وانا مسميها واي بقى الاسمة وانا مسميه يو عشكرا انا عندي خمس خرج اول خرج بالنسبة لي شو ميسج ديالوج نال مين ناتج عملية الجامع ده الخرج انا اكتبه كده ناتج عملية الجامع اسمه ايه اسمه ايه عشكرا اكتب زائد ايه صح كده الخارج التاني اسمه ايه جيوبشن بين شو مسج ديالوج نل مين ناتج عملية الطرح والطرح كان اسمها ايه عندي ايوة كان اسمها اف او الار اسمه الار ايبال ار ناتج عملية مين عملية الطرح سطر التالت في الاخراج جيوبشن بين شو مسج ديالوج نل ناتج عملية الضرب ناتج عملية الضرب. والخارج اسمه ايه? اسمه تي. السطر الرابع بتاع الخارج اسمه ايه? جي اوبشن بين شو ماسج دايلوج نال اسمه ايه? ناتج عملية الاسمة. واخد بالي كويس او في السطر ده في الخارج بتاعه بشكل عامل ازاي? مهم تيمين او نال الخارج هنا في عملية الاسمة. والخارج اصلا اسمه ايه? اسمه واش. خلاك البين زائد واي. سطر خمس في الاخراج. جي اوبشن بين شو ماسج دايلوج نال اكتب ايه? ناتج عملية ايوة باقي الاسمة. وهنا اعرف مع بعض التاني النهاردة يعني ايه كلمة ناتج عملية باقي الاسمة. واسمها ايه? يو. عشان كده عملت زائد يو. يعني الخارج بتاعي التاني اسمه ايه? اسم يو. بعدين افلت القوص بتاع رقم خمسة. وانا افلت القوص بتاع رقم تلاتة. البنامج بيقول لي ايه كده? مع بعض. البنامج بيقول لي انا عندي عددين. والعددين انا معرف انهم انتجر. يعني عددين صحيحين. وعرفت معهم كمان خمس رموز بعديهم. واحد لعملية الجمع وسميته اي. واحد لعملية الطرح وسميته ار. واحد لعملية الضرب وسميته تي. واحد لعملية الاسمة وسميته واي. واحد لعملية باقي الاسمة وسميته يو. البرنامج بيقول لنا اجمع رقمين. مثلا خمسة واتنين الجمع بتاعنا يبقى سبعة. اما اطرحهم خمسة من قصة اتنين يبقى بيساوي تلاتة. اما اضربهم خمسة في اتنين يبقى بيساوي عشرة. اما اقسمهم خمسة على اتنين بيساوي كام? بيساوي اتنين وخمسة من عشرة. ايوة مشكلتي هنا بقى في كمة اتنين وخمسة من عشرة دي. انا هنا عرفت الخارج ده اليو بتاع مئيتي الاسمه لا انا بسميهial? انه انتجر. انتجر يعني عدد صحيح. فبما اسم خمسة على اتنين? فهنتنين وخمسة من عشرة. الله. طب ما انا قلت انه انتجر. انتجر يعني رقم صحيح فقط لغير. يعني ما يطلعش فيه علامة عشرية. طب ناتج الاسم هنا فيه علامة عشرية. يبقي هنا مما اطلع الاسمه هيطلع كام? اتنين وخمسة من عشرة? ولا اتنين فقط. ايوة. هنا تطلع اتنين بس بدون علامة عشرية. عشان اعرفت ان هي ايه? ان هي انتجر. عشان كده انا باكد مرة في بنامج الفاتو باكد بنامج ده. فعملية الاسمة بالزات. لازم لازم اكتب العملية الحسابية. مش انتجر. احنا اجدنا في بنامج ده. ان اكتبها انت. عشان نعرف ان ما نفعش اجيب انت في عملية الايه? في عملية الاسمة. يبقى الاسمة هنا تطلع لايه? بدون علامة عشرية. اطلع للعادة الصحيح فقط لغير. طب بقى الاسمة خمسة بقى الاسمة على اتنين. بقى الاسمة يعني ايه? نفتكر كده مع بعض. واننا بقى الاسمة ايه? اقرب رقم. اضرابه في اتنين ويقرب لخمسة. خمسة على اتنين. اقرب عدد اضرابه في اتنين. اتنين في اتنين. باربعة. خمسة اقرب رقم. اقدر اضربه في الاتنين اللي عندي او في الرقم اللي عندي. ويوصل للرقم اللي انا عايزه. يعني سبع على اتنين. خل بكام. سبع سبع بقى الاسم على اتنين. اقرب رقم ينضرب في اتنين هو كام? تلاتة. هاتف اتنين بقام بستة? سبعة نصرت بجيني كام? واحد. يبقى سبع بقى الاسم على اتنين. وبارع عن ايه? وبارع عن واحد. اللي هو الباقي من الستة. نشوف نخشيك البرنامج بقى الخارج الطائع بعمل ازاي? اول حاجة عندي مين? مين هو? ناتج عمليات الجمع. الاول ناتج عمليات الجمع. كم وكام انا? ايوة كاتب كيوب خمستاشر والداب الوب اربعة. خمستاشر زائد اربعة اداني كام? صح كده? اداني تسعتاشر. ناتج عمليات الجمع هو تسعتاشر. طيب. الناتج التاني كان ايه? كان ناتج عمليات الطرح. خمستاشر ناقص كام? ناقص اربعة. هيديني كام? هدين احداشر. نبص لخارج التاني كده هو ايوة. ناتج عمليه الطرح. هل هي خمستاشر منقص اربعة طلعت بكام? طلعت بحداشر لمكتوبة? عشان اكد كاتب في الخارج ما بين عامتين تنصيح اكتب لي ناتج عمليه الجامع او اكتب لي ناتج عمليه الطرح. وبعدها كاتب زائد الخارج اللي انا عايزه. اللي هو عمليه او عمليه الطرح عمليه ضرب او عمليه الاسمة او عمليه تباقي احداشر. خارج التالت كان ايه? اه كان ناتج عملية الضرب. خمس اشر في كام? فاربعة. بكام? اربعة في خمستاشر بستين. نبص كده. ناتج عملية الضرب بتساوي كام? صح? بتساوي ستين. باتج عملية الجنة كانت ساعتاشر. ناتج عملية طارح كانت حداشر. ناتج عملية الضرب. خمشار فاربعة بكام? بستين. خارج الرابعة كان ايه بقى? لانا اتكلمت عليه كتير قوي. ناتج عملية الايه? الاسمة. خمس شعرة كام? على اربعة. فيها كام دي? فيها تلاتة. وتقريبا سبعة من عشر. فيها ايه? تلاتة. وسبعة من عشر. تلاتة و. يعني فصل من قوة. في فصلة. في علامة عشرية. الله. طب انا كنت معرف الخارج بتاع اللي هو اللي هو هو. انه انتجر. يعني عدد صحيح. يعني يطلع ما بدون علامة عشرية. يبقى انا يطلع كام? يطلع تلاتة بس. يبقى ماذا اقول? خمستاشر على اربعة. يطلع الناتج الاسم كام? ايوة تلاتة بس. نبص مع بعض كده. او ناتج الاسم كام? ايوة صح كده. تلاتة. لان انا عرفت ان انتجر يعني بدون علامة عشرية. الحل الاخير او الناتج الاخير بتاعنا كان ايه بقى? خمستاشر بقى الاسم على كام? على اربعة. صح كده? تلاتة فاربعة باتناشر. ده اقرب حاجة لخمستاشر. اقول له يتبقى كام? يتبقى تلاتة. مما اجا اقول خمستاشر بقى الاسم على اربعة. يتبقى كم عندنا? بقى الاسم كام? تلاتين. بص كده. ايواناتج عملية بقى الاسم اللي هو كام? اللي هو تلاتة. صح كده. يبقى احنا النهاردة كده خدنا ايه? خدنا عملية جمع عددين صحيحين. صحيحين يعني التعريب بتاعهم الاتنين انتجر والخارج بتاعهم كان ايه صح كده? كان برضو انتجر. يعني كان برضو عدد صحيح عدد بدون علامة عشرية. البنامج التاني خدنا ازاي? اجمع عددين. واحد حقيقي واحد صحيح. قلنا ده ما عند حدد حقيقي بازم خرج يطلع ايه? يطلع برضو حقيقي. فعرفنا الداخل الاولاني ان انت وعرفنا الداخل التاني والخرج انه ايه? انه فلوت. والخرج بتاعنا حتى معاملية الجامعة تلع برضو عملية ايه? عملية فلوت. مسلا خمسة زائد اتنين واتنين يبقى سبعة واتنين من عشر. البنمج التالي عملنا في كل عامات في الحسابية. اللي هي الجامعة والطرح والضرب والاسمة وباقي الاسمة. بس انا اكدت معلوم مهمة اوي اوي ان اي عملية اسمة لازم يكون الخرج بتاعي يكون ايه? ايه? ايه صاحب رب عليكم. لازم يكون فلوت. ناتج الاسمة في معظم الاحوال بيطلع عدد حقيقي. يعني عدد في كسر. يعني عدد في علامة عشري. وبكده يكون ان شاء الله انتهينا من درس النهاردة. اتمنى يكون درس سافاتكم كويس جدا. وبازن ننتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.